اصدرت سعادة الاستاذ فائقة من سعيد الصالح وزيرة الصحة قرارا بشأن وقف تحصيل اجرة الاستشارة الطبية والواردة في القرار رقم اثنين لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات الصحية لغير البحرينيين واضح قرار وزيرة الصحة بانه تعزيزا لاجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19 والوقاية منه وحرصا على تشخيص الحالات مبكرا وقرار اللجنة التنسيقية في اجتماعها بتاريخ السابع من ابريل الجاري بشأن الموافقة على تعليق رسوم الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الاجانب في المراكز الصحية الحكومية فقد تقرر بان يوقف تحصيل اجرة الاستشارة الطبية العامة والمحددة بقيمة سبعة دنانير لغير البحرينيين